أما الديلي ميل فتتحدث عن قطر ولكن عن سخرة عمال الملاعب في قطر تقرير عدته وكالة استشارية بريطانية عن الظروف اللي بيقصيها في قطر العمال اللي بيشتغلوا في ورش عمل بناء الملاعب اللي بيصدفها كأس العالم 2022 في قرة القدم اللي بيشتغلوا فترات متواصلة تصل إلى 18 ساعة يوميا وما بيحصلوش على أيام راحة طيلة 5 أشهر التقرير اللي عدته وكالة إمباكت الاستشارية في مجال أخلاقيات التجارة عدته بطلب من اللجنة المنظمة المونديال قطر شمل 10 شركات تحديدا بتنفس بعض العقود من الباطن في ورش الملاعب وقالوا أنه نص هذه الشركات ما بتمنحش عمالها أي يوم راحة وقالوا أنه الحالات الأكثر تطرفا لم يحصل بعض العمال أحيانا على أي يوم راحة لمدة 148 يوم بيشتغلوا يعني 5 أشهر متواصلة من العمل دون أي يوم راحة ومن المتوقع أنه خلاصة هذا التقرير تؤدي إلى توجيه انتقادات متجددا اللي حقيقة أنها تقدمت قبل كده انتقادات لهذه الدولة الخليجية اللي بيتحدث فيها عن ظروف العمل للعمالة الخليجية إمباكت قالت تحديدا في تقريرها أنها من أصل الشركات اللي بتعمل في هذا المجال العشرة اللي شملت هذا التطقيق إمباكت قالت أن فيه 6 حالات كانت غاية في الحرج حرجة من عدم الامتسال وأشارت أن المخالفات دي بتشمل ساعات عامة زي ما قلنا حالاتكم مفرطة بتصل أحيانا لـ 72 ساعة أسبوعية اشتركوا في القناة